إلى انجترا أوقفت قوات الشرطة حارس منتخب فرنسا وتطنع موتس بيرس هيغو لوريس في الساعات الأولى من صباح الجمعة بسبب القيادة تحت تأثير الكحول واتهمت الشرطة لوريس بالقيادة تحت تأثير الكحول قبل أن يخرج سريعا من السجن بعد دفع الكفالة حسب ما كشفت بي بي سي وأوضحت الشرطة بأن لوريس سيمثل أمام المحكمة في 11 من شهر سبتمبر المقبل